حصر المهم والمسؤوليات والتعليمات والقرارات في واحد النقطة واحدة في الدولة واللي هي العاصمة السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم اجي تفهم بالدريجة في حلقة جديدة التي سنحاول أن نشرح فيها واحد الجزء مهم من مادة تنظيم الإداري والمركزية الإدارية واللا مركزية الإدارية والفرق بينهم على بركة الله في الأول لابد من مقدمة شوضحية على هذا المفاهيم والذي يحمل لنا واحد المفهوم مارين وليس داخل وهذا بسبب أن المركزية الإدارية واللا مركزية الإدارية لا يشم بحجم السلطة بل كي يقصروا على النوع وهما غير وسيلة باش نوزع النشاط الإداري على الإدارات هذا الشيء يجعل لنا واحد السؤال مركزي وجوهري واللي هو شنا هي المركزية الإدارية و شنا هي المركزية الإدارية المركزية الإدارية واللي هي مفهوم كنعنيو بيه حصر المهم والمسؤوليات والتعليمات والقرارات في واحد النقطة واحدة في الدولة واللي هي العاصمة و كنتمتل هذا القرارات في ذلك الشيء يصدر من رئيس الدولة ولا من رئيس الحكومة ولا من الوزارة وهذا المركزية الإدارية كنقسمها الجوج أولا التركيز الإداري واللي كان يعنيو بيه تجميع وتركيز سلطة الإدارية في يد الوزارة و هم اللي يشرفوا و يصيروا هذه الإدارات سواء اللي كانت في العاصمة أو اللي كانت في الجهات والأقاليم والنوع الثاني هو عدم تركيز الإداري في هذا الشكل تختلف الصورة نهائيا وبشاشا بحيث يتم تفويد المسؤولين اللي كانت في الجهات والأقاليم والمقاطعات لكي يبدو في الأمور بدون رجوع الوزير اللي كانت في العاصمة بطبيعة الحال نمشيو و نشوفوا الإيجابيات والسلبيات ديال المركزية الإدارية واللي من الإيجابيات ديالها أنها كتوحد الإدارة و كتعزز السلطة ديال الحكومة في الوحدة ديال الدولة كما تؤدي إلى الاستقرار الإجراءات الإدارية هذا الشيء يجعلنا الأعمال تكون سريعة و تساعد على اختيار مسؤولين عندهم خبرة في المجال نمشيو للعيوب المركزية الإدارية و اللي هي الركود و اتخاذ بعض القرارات الخاطئة و الغير المناسبة وهذا الشيء بسبب الظروف و الطبيعة لكل الإقليم و كل جهة هذا الشيء يشكل واحد العائق زيادة على عدم البشيكار و جمود النظام و الأسلوب الغير الديمقراطي اللي كانت تجسم به هاد المركزية الإدارية عنده زيادة المحور تشاني و اللي هو اللامركزية الإدارية و اللي كان يعنيو بها شوزيع المهام و المسؤوليات و الوظائف بالحكومة المركزية اللي في العاصمة وبالهيئات المحلية اللي كان في الجهاش الأقلي بحيش هاد الهيئات كي خدمه ولكن تحت الرقابة للحكومة المركزية أو الوزارات و كي تقوم لنا هذه المركزية الإدارية على جوج العناصر العنصر الأول وهو استقلال السلطات و كان يعنيو به الاستقلالية للسلطات الإدارية المحلية اللي كانت في الأقاليم و الجهاش على السلطات المركزية اللي كانت في العاصمة بحيش كي يكون عندها الحق افتخذ القرارات و البت فيها بلا ما ترجع السلطة الإدارية المركزية نمشي عنصر الثاني وهو الاستقلال القيادي و الذي يتمثل في استقلال الموظفين و القيادين للسلطة اللي مركزية على الحكومة المركزية و يعينوهم بواحد الأسلوب كي يضمليهم الاستقلالية لهم و عدم الخضوة للأوامر السلطة الإدارية المركزية نمشي هذا و نرى الإيجابيات و السلبيات اللي مركزية الإدارية فالإيجابيات كيتمثل في افتخاذ قرارات سريعة و فعالة في الأداء والتوفير و القرب من المواطنين و كذلك الاتصال مباشر ما بين السلطة المركزية اللي كان في العاصمة مع الفروع ديالها اللي كتنقل لها انطباعات والخطط و منسوش و وصول التنمية للمناطق اللي بعيدة اللي في الأريف والجبال نشوفوا السلبيات واللي هي ضع الجانب الإداري خصوصا مني كي يكونوا المنتخبين ناجحين بدون خطة أو بدون برامج أمل و نجحوا بالدعاية الانتخابية هنا كي يكون واحد ضعف كبير في هذا النظام و كذلك تفشي البيروقراطية و المحسوبية و الزيادة في الإنفاق المالي كاما فالمغرب كان يعتمد على نظام المركزية الإدارية في مراحل تكوين الدولة قبل أن يعتبر عن النهوض و الرقيه بتدبير الشأن الترابي و الوصول إلى أهداف استراتيجية يحتاج إلى النظام اللامركزي والذي سيعمل به بإعشباري أن المركزية لا يمكنها تلبية الحاجيات للسكان على المستوى الترابي وبهذا فالنظام اللامركزي أفوا جاء لتزكية النهضة المغربية على المستوى الإداري و التنموي شكرا على متابعتكم لهذا الدرس و أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم و أتمنى إشراككم بالقناة ليصلكم كل جديد